صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور في طالب جديد حينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد يزمي كهن تفضل ده الأستاذ عارفاه نعرفاه كويس قوي السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة جاريت بقى سعدتك تهتمي بيه شوية زيادة مش محتاجة توصية يا دكتور طلبوا كلهم عندي واحد فضل يا مورجين على إذنك يا دكتور مهي داب شريف قول لي يا ميه مورجان أحمد مورجان قول لي يا مرمور ده ده احنا سنتنا حلوة كلنا ان شاء الله موسي يا أونكل أونكل إيه بقى؟ الحاجات دي ما تفعش هنا تنتماية الودة بيبصير كده ليه؟ ده محمود نورتين ملكش دعوة بيه ده رئيس أسرة نور الحق ومحبكها أول رئيس أسرة إيه؟ بعدين؟ لا أصلي أول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني المحاضرة مش مكان للتعارف يا مورجان دي مش كافيتاريا مصطفى وصل لورقتنا زيلة انت حان ايه؟ واحنا لسه استباحنا؟ ومتضر للنار كده على طول؟ ايه بس يعني ما اخذ انا لسه مستجد ومسخنتش يعني اكتب اللي تعرفه اكتب اللي تعرفه احنا مع بعض ما اميه اه؟ نشغل بعض شوية وانا تحت عملك في اي خدمة يعني اها تليفون ده لسه جايلي نوفي ده بكاميرا ده هدايا من اليكي مرسي قوي دي ورقة عشان تجاوب فيها وده قالت خب الكتاب خب الكتاب دي بصلنا ده متحان اوبن بوك اوبن بوك ازاي يعني؟ بسمحنا بصوا في الكتب والمراجع طيما التعليم بقى سهل اوه هو ده عنا ما اسمحلكك كده ان كنتوا تنقيله من الكتب عين عينك قدام المدرسين وانا هو لي على خبت ليه فضل ايه ده ما ارجع عشان تنقل منه انقل من كل ده طا ما تنقلل انت بايدك الحالوة مين فعش يو 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 نورت المحاضرة يا عام الحق احنا النهاردة زر النبي هاي السمدبور منا وراب أهلها مورجان أحمد مورجان مورجان بيوتيفول حد يجي الخانق دي برجله إيه اللي رماك هلمور اللي أمار منه أه 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 وبعدين أنا متأسف جداً يا ضبط أنا الوقت سراني وأنا في المكتابة بعمل انت متأخر ربع ساعة المحاضرة يا عودي متعرف النهاردة فيه إجزام الوقت ده مخصوم من وقت إجابتك انت إيه اللي جابك بتأخر اللي بتاعني ابتدى بقوله ربع ساعة الوقت ده يتمنع من دخول المحاضرات لغات آخر السنة لأن اللي ما بيحترمش المحاضرة بتاعته يبقى ما بيحترمش زمائله ولا بيحترم المدرسة بتاعته انت مالك انت بتتسحب من لسانك ليه أنا كنت بقولي قبلة يعني عشان ما تقولش وأنا مش قبلة اللي يتكلم هنا يبقى بإذن تفضل وعد تفضل يا عودي همدى لك اللي امتحان ربع ساعة مش يبقى تمدى للي امتحان ربع ساعة لا ده كوس بقى بصراحة إسمعين لا بقى ده كوس بقى بصراحة هنعمل بقى سوال ايه ده ايه ده ايه ده انت يا برجال ده ربع ساعة يا برجال انت بتعمل ايه فضلات بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهاردة برافو او ده ايه ما تكلمش حد بابا انا بوب وانا حد غريب جري اشتغل انت بدي بقى ها انا خلصت قبلة حاجة زال فل وبرك الله فيما رزق انا مش قبلة والورق كله بتلمى اخر محاضرة عودي روح عود في البنش الفاضي الي هناك ايه ده الودة بيكلم عليها كده ليه دواخد عليها اوي خلاص با يا مورجن نفض يا عم كبر الجي وروى ايه دي ايه جي ده ايسم الجي اللي هي جمجومة والدي اللي هي الدماغ ايه ايه الوعد بني فخلاف ودناها دووعد علي الادب شاهياصني انت وانا رسيك عن حوار كلو او شاهياصك ايه واحوار ايه العالم انه كلهم عارفين انهم معانت مين م معانت مين اه مين دولامت مين تامر وعليها معانت من فضي معانت مين ما ترجم فه يا مورجن خلي الوهم والله ما انت مين كده عين عينة قدام العالم ياس الرقح فين يا مورجن قصر له الجي وابطح له الدي يا دعا ما تسألتل مع البيت من الصبح وما حدش ملعيه يا بابا هرام عليك ما ينفعش كيف انت خارج بكيش دعوه خارج بابا مش فاهم مش فاهم ايه سايب اخده بتتألتل في الفصل وانت قاعد عفز جوابك بيكول مام بيكول سيبه سيبه بغبوته بسلطاته ببابا غنوبه بابا غنوبه كمان بوا دا سرع الحضرات عجبك صداح الحضرات اونكي الحضرات اونكي حرامي اونكي انت صدا جميل جميل مليش دعوه انت مقأنت مع نفسك انت مالك امشت من هنا امشي خالص انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين ايه عايزان شو بنتي فيتقاتب قدامي واحد ساكن عايزون اكبر يجديه وراه والدي ما تكلم اخي محمود عاجبك المسخرة اللي بتاعك في الفصل دي انهم يدعون اليدين انجدين يحص على الفجر والرزيلة والفزق حاسبي الله ونعم الوكيل لا اله الا الله انها الفتنة اخ محمود انها الفتنة ماهلا كل ابي ساب بنتي تتعتب قدامه حالبقى كلنا ارايا من رأى منكم منكرم فليغيره بيده الله امر اوه يا حدرجال مرم بيده من الحديث مفاطر بيده من الحديث لا بقى لش بذوق السحق اوي طلع بقى طلع بقى طلع بقى مهذا 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 بقول مهى بقول صباح الجوافة روع يا برنجي انا تطردني من المحاضرة انا حبطل الشو لانا دي خالص والوات تامر علي له نعمة تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه روع دمارك هاي هاي جوهي انت امتي هو مدلوع عليها ملوخية ولا حدا مالها مصرعها خضر كده ليه؟ بكرة تتبل وتسفر تسفر؟ سدها هيسة من انا حبيتك انت ابن حلالة ضبور وانت حبيبي السجرة ده ضبور دي مش سجرة ماليه ده ضبور دي خبور تديني خبور يا ضبور كتكنيلة مزاكل زي الاشطة لا 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 يا مورجن دي طبع عدية عدية يا ابني ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اهو ازاك؟ جاهز لخبور يا ضبور تن بابا بابا ايه؟ ده انت اللي بابا حضرتك ما انتب واختك ما انتما وانا ولا ادري بحاجة بابا اهدى خلينا اشرح لك بس مين دي؟ دي نورهان البيت دي شفتها قبل كده بترس ورعاس الحلاني في كليب لا دي نورهان صاحبتي الانتيم انتو جين تقدموا لا جين تتعلموا دي لا جامعة ولا تعليم ولا اي حاجة با كل واحد يزنق اللي بيت على الطرابيزو اللي في مدرب يقول لك ما انت باك انتما هي مين دا يا اخوانا؟ انت بتقول لها انا بكل ايه؟ فينا امر الجامعة دي اقول لها امر الرجل دا امر ايه عم دا احنا نقطعه هنا ايه عم دا احنا نقطعه هنا قطعه بين يا جوكي دا بويه؟ ابوك ابوكي بقى يوقع باحترامه انا محترم غزب عنك وعن اهلم لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايه بيكو بيوتف أمو ليه انت برجي العزراق عنك دي من اولها مرجان احمر مرجان 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 يا أستاذ مرجان في شكوى مقدمة ضدك من الطالب تامر عبدالله تامر شاكين انا ده حتى يبقى حرام يعني الشكوى اللي متقدمة فيك مش بصفتك وليه امر انما بصفتك زميل تامر وعلياء انت اهنت تامر واهنت علياء والكلام والحاجات اللي عملتها دي مايصاحش تتعمل في الحرم الجامعي يعني عايزان اشوف بي انت مع بنتي واسكت يا ممكن حضرتك جنحت مشاعري والله ايه ايه وممكن كمان يرفع عليك قضية التعويض بسبب الاضرر النفسية اللي سببته له قدام زميله بس انا بقى اخناعت ويجي يوعد معاك وتتكلم طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالزبط يعني تعتزله؟ اعتزله وانا شافه بقى انت مع بنتي ودام عيني ده حاجة عديبة والله ايش فاهمة مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترامها وبيحبها ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه ما دخلش ليه من الباب مين؟ هومش بيحبها الحب ده هوم اللي بيحبها حب ايه؟ يا انقل علياء دي انتمتي اعترا في الوقت ده ما انتم مع علياء يا ابني ترضى ان انا انتم معامك؟ لو كانت مامي مش ما انتمة انا عن نفسي ما عنديش مانع بس يا انقل في النهاية ده قررها هي التربية والاخلاق اهم مليون مرة من التفوق العلمي مظبوط حضرتك بس هوم ما اجراموش يعني لا يعيب الطالب او الطالبة انهم في قليل الاحيان يانتموا مع بعض برضو ماشي حقكو علي انا غلطاء دماغك يا ابن بس يا مش جامعة ده كبريه يرديك اللي بيحص حضاء اخ محمود لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرى سواء انت لن تسكت عن هذا الفجور ونحن جميعا ورائك لنطهر الجامعة من الفساد والرازيلة العلمي صاحبين يا اخ محمود صاحبين يعني يا اخ مرجان ما انت مين؟ يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسرة نور الحق لنكون معا الجبهة ضد الانحلال والتسيب انا معاكم الخبور اخرص يا فاجر يا مرحل يا سافل يا عدو الله مرجان احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان عضو جديد معانا في اسرة نور الحق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي الاخت بكينان زبيلة معانا في الكلية وعضو هنا في الاسرة وعرفت ازاي انها الاخت بكينان اا الاخت بكينان بتدي دروس دينية لهداية الطالبات في الجامعة اللهم ارض عليك اللهم ارض عليك يا اختي بكينان انما اخ محمود ايه النشاطات اللي بتعملها اسرة نور الحق بالضبط يعني الا الا انشاطة كتير والحمد لله يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهية للطلبة حلو حلو قوي لزيارة اضرحة اولياء الله الصالحين الله هو اكبر وبنقيم مسابقات بين الطلبة جميل في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف لا حول ولا قوة الا بالله واخيرا يا اخ مرجان اصدرنا جريدة نور الحق بالجهود الذاتية طب والاخلاق يا اخ محمود الاخلاق وديك شاك منظر البنات في الجامعة عملي ازاي البلوزات في الطالع اللي حول منظرونها في النازل لا حلو سوى الزواج يا اخ مرجاني فالزواج يصون الفتى والفتى من الوقوع في المعصية لا يتجوز ازاي هما لسه بتعلموا اهليهم بتصرف عليهم يا اخ مرجان ان زواج المسلم والمسلمة ليس في حاجة الى حفلات صاخبة يعني ايه يتجوزوا في السر ما زواجة في السر اهونوا بكثير من الفضيحة في العالم اه عرف يعني حلال 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 يعني انتو برضو ما انتمين ودي تفرق ايه سلام عليكم اولادي فين؟ فين ولاية يا دكتورة؟ ايه دا؟ انتا زياد اقتحل البيت مش فيه اقتحل انت انا تسر البيت دا فو دماغي يلا اتوا هي على البيت على اخر الزام اللي مش عارف رافيك ويلا على البيت من فضلك ما تزقعش هنا دا بيت محترف واختلم وانا اعرف ليه مولادي بعد يجين انا خلاص سيب تشغلوا كلوا عدوبوا في الجامعة اما كيف اخريت ايه؟ انا اقلي خلاص الي اغمينا كنت عاشي فيها خمسة من هنا اقرى مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات وانزا كانت الجامعة ما عرفتش تربيكوا انا عربيكوا مستعرين مني وانت تعروا بلد؟ ولا كنت موديكو جامعة عشان تتعلموا ولا عشان تقلتبوا واسيبوا بيت وتامسوا يا كلاب تبتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفلنتينز دي يا اوكل ما عدناش حد بالاسم ده ده عيد الحبي يا أونكل وجاية تحبي مين هنا إن شاء الله أنا جاي بالدبدوب جالعلياء يريد تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عايزك آه هطلع لها وقول لها تامر عايزك هطلع لها الأه انت قلتلي اسمه إيه ده دبدوب يا أونكل آه